السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة بنسبة لطلبية اليوم فنشارك معكم ان شاء الله واحد ثلاثة الانواع ديال الكيك نحضروا جوج الانواع بنخليط واحد واحد الكيك اللي كيجي على شكل حلوة لكريم بواحد الجنواز اللي هي خطيرة رائعة وكتجي ناجحة مليون في المئة حتى بالنسبة لمبتدئات تبعوا معي حبيباتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله ستكتشفوا معي كل شي بأدق التفاصيل ستشارك معكم اتمينات البيع ديال كل حاجة غير ما تبقلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم للقناة وما تنساوش تخليوا لي تعليقتكم زوينة لكي تشجعني وتفرحني بزاف بزاف واللي اول مرة كتزول القناة ديالي ما تنسايش تشتركي وفعل الجرس باش دائما توصلي بجديد الفيديوه ديالي ويلا نبدأوا بسم الله على بركة الله في المكونات وباقي مراحل التحذير اول حاجة غنبدأ بها فغنبدأ بتحذير الجنواز اللي غنحضر بها حلوة الكريم لانه هي لغا تحتاج تبرد غنحش فيها ربعات الحبات ديال البيض حجم متوسط كأس ديال عنباء سكر حبيبات ما يعادل 150 قرام كأس ديال عنباء دقيق ابيض ما يعادل 125 قرام زائد ملعقة ديال الكاكاو المر 25 قرام في هاد الملعقة هادية يعني المجموعة ما بين الدقيق والكاكاو 150 قرام سوف نحتاج هنا يزوج المعالقة الزيت النباتية ممكن تعوضها بزبدة مدوبة سوف نحتاج اربعات المعالقة ديال الماء ما عادي خدوه غمر روبيني ماشي دافي ولا بارد وسوف نحتاج كيس الخميرة كيموية من فئة 8 قرام ورشيشة ديال الملح لتصحيح الدوق هنا في نفس الاناء اللي عندي فيه البيض ضفت عليها رشة ديال الملح ونضيف عليه السكر ونترب المكونات مزيان مع بعضتهم بالخلاط الكهربائي ممكن تستعملوا البتخان او العجانة اللي ما عنداش ما تديرش في المولي نكس لاننا ما غا طلع لهاش البيض وما غا طلع لهاش الجنواز الزوينة ضروري من خلاط الكهربائي او البتخان كما لاحظوا معي عبدية كان طلع هكذا في البيض مزيان حتى الضعف الحجم دياله وتغير اللون دياله بهات الشكل هادا كيف ما كتلاحظوا معي من الاصفر للابيض وطفي من بعد فش كي طلع البيض مزيان كان ضيف عليه الزيت مع التحريك يعني ما كان حبسش بالتحريك نفس شي كان ضيف احتالمه وما كان ضيفه الماركة بقاوك تربو غير بشوية وما كان ضيفه غير شوية بشوية يعني ما كان ضيفوش دفعة واحدة سافي هنا يرا كنحرك غير واحد شوية اولا كنخلط غير واحد شوية مبعد ما كان ضيف المو كان حبس كان حييه الدكل فوي وده بغن خدم غير بوحد الخلاط يداوي او لا واحد الملعقة خشبية غنضيف الدقيق غنضيفه على زوج ديال الدفعات كيف ملاحظوا معي يرا هنخلطوا مباشرة فوق الخالط ديال الجنواز اولا الخالط ديال البيض دفع اللي ولا ضيفت فيها غير دقيق ببحده ودفع التانية غنضيف معها الكاكاو وغنضيف معها الخميرة ضروري ما تضيفوا الكاكاو مع الدقيق لاني لكنت النوعية ديال الكاكاو مزويناش را غطيح لكم داك القوان ديال البيض كامل وهنا بالنسبال فاش كتكونوا تخلطوا دائما كتخلطوا ملتحت الفوق او لا كتطلعوا ملتحت الفوق بحركات اللي هي دائرية باش عكدك يدخل داك الدقيق ويتوزع مع البيض وما كيبقاش مكتل لكم في البيض هنا اخديت واحد المل شكل دياله دائري ممكن تاخدوا اي شكل كتفضلوا دهنتوا بشوية ديال الزيت ولبستوا كامل بالورق ديال الفرن ضروري من الورق ديال الفرن في الجنواز وغنوضع فيها الخالط ديال الجنواز كيف ملاحظوا معي بالنسبال المل اللي استعملت على القطر دياله هو 26 سنتيمتر ماشي بضرر يكون عالي بزاف لان هاد الجنواز انا محتاجها غير صغيرة ما تكونش عالية بزاف وستفيها ندخل داب الجنواز ديالي للفرن الطيب كتاخد تقريبا واحد لمدة ديال 25 دقيقة كنديرها على النار مهيلة كننقصها وخليها الطيب من الفوق حتى كتطلع وكتطيب بهاد الشكل هذا من بعد را كنهبطها غير واحد ثلاثة دقيق او لربعة دقيق باش تنشف من الواجه ديالها وصف هنا مباشرة فاش كنخرجها من الفرن را كنزولي هادا كل ورق ديالها من الاحسن خليها تبردش شوية انا غيمكنش عندي الوقت زولتو لها مباشرة وغنخليها تبرد عاد باش غادي نصوب لها الكريمة شوفوا معاي ابنت كيفش كتجي الجنواز هكده خفيفة وكتجي مفشف شا ومقتنة وصف هنا خليت لها جنواز ديالي تبرد غا ندوز نحضر معاكم الكريمة بالنسبة للكريمة غا تكون بالشوكولات غا نحتاج فيها 500 مليلي لتر ديال الكريمة السائلة يعني نصف لليتر ديالها وغنخليها 250 جرام ديال شوكولاتة سوداء دوب تفوق حمام مائي انا استعملت هنا غير شوكولاتة غالة وغنخليها زوج العلب دانيت بدوق شوكولاتة او كخيم ديسر ديال شوكولاتة ممكن تديرو كغاميل لكن هكده الشوكولاتة مع الشوكولاتة كي يجيزوين سوف يكفي ملاحة مياه ان هنا الشوكولاتة عندي بقى يعني يلا دوبتها بقى سخونة سنضيف عليها دانيت ديال الشوكولاتة وغنخليها مزيان حتى كنت تحصل الى واحد القناش اللي كيكون هكده لامع وكيكون عاقد شوية في نفس الوقت من جهة اخرى غناخد ديال الكريمة غنطلحها 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 بنسبة للكريمة مهم جدا انها تكون بعردة يعني كتجبدوها متلاجة مباشرة كتطلحها غنطلحها بوحد الخلط كهربائي كيفما لحتوا معي حتى كتطلح كتضاع في الحجم ديالها وكتعقد وكترجع كريمية غيك تشوفوها كده رجعت كريمية قبل ما تعقد ليكم وتقسح كترجع بهذا الشكل هذا يعني اه نصف مخفوقة كتضيفو عليها ذاك القناش ديال الشوكولاتة اللي اه دكورت معاكم وانه را خليت واحد شوية غير واحد معلقة كبيرة باش نزين بها في الاخير سوف يكون نزيد نكمل هنا تخلط حتى تعقاد الكريمة وكترجع بهذا الشكل هذا كيفما تلاحظو جاية تشوفو بها عقادة صوفو تحبسو من التخلط وكتاخذوها كده واحد سباتيول او ملعقة خشبيه وكتبدو تحركواني تلك انت بليصتها تحت ما وصلتهم للكريمة او ما وصلته شوكولات كتخلطوهم مع بعديتهم و هنا جنوازي من بعد مما بردت خليتها بردت 10 دقائق او لا سأخذها نقسمها الى زوج قبل ازولتها لانك يكون شوية مقبب لانك تجيني مساوية الحلوة و سنقسمها غير الى زوج ممكن تقسم واحدة على ثلاثة ايضا لكن انا نظرا ان الكليانا مبغيتش فيها واحدة كمية كبيرة ديال الكريمة لانك شيء كتافيت باش انني سنديرها غير على الزوج و سوف ندوز هنا مباشرة باش ننطيها هنا بالنسبة للسلو اللي سنسقي به الجنوازي فقدرت واحدة نصف سكار معاكس ديال الماء فوق نار مهيلة وصل درجة الغلايا و نضفت لي واحدة المعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان و سنسقي به الحلوة ديالي كيف ملاحظت معي راسقات الطبقة الولى ما تسقيها مزيان باش ما تفزقش لكم بزاف وتلسق لكم في الطبصل سوف نأخذ الكريمة بالنسبة للكريمة رادرتها في واحدة البوشة دوي باش تسهل علي الخدمة وتلسل علي التابقت إلي الكريمة تكون لا بأس بها عن jinة الثانية الجنواز القدر téléphone الان راسق الطبق هاتي davantage و ثو حات اذا كان لديت الوجه والجناب كما لاحظت معي بوحد سباتيول او ملعقة كان لديها كده الجناب وحتى الوجه بعد الشكل هذا من بعد ما قديتها هنا كيفما تلاحظوا معي انا سوف نزينها بشكولاتة فيرميسال مع الجناب اخذوا اي حاجة تفضلوا انا اخذتنا شكولاتة فيرميسال في اللون الاسود وممكن تديروا كوكاو ايفيلي او لوز ايفيلي او لوز كونكاسي او للمكسرات اللي بغيتوا تقدروا تديروهم انا على حسب الطلب ديال الكليانة ديالي هاتشي اللي درت اه صافي كيفما لحتوا معي هنا باقي الكريمة عندي طرية غن نزينها مع الجناب غن نلبسها مع الجناب كاملة بشكولاتة فيرميسال والكريمة اللي تبقات لي غن نزين بها من الفوق بالنسبة للك الكريمة اللي تبقات لي انا رادرتها في واحد البوشا دوي لي كيكون كده مسنن شوية وكننزين بها كده الجناب ديال الحلوة ديالي زينتها كده بوريضات عادية مجددها مع الجناب غير وشنو اخليت بيناتهم واحد لسباس ديال نصف سنتيم باش غن نديرتما طريفات ديال بسكوي الاريو كيفما لحتوا معي هنا عندي بسكوي الاريو عفواً اللي قسمتوا على زوج كل حبا قسمتها على زوج ووضعتها هكذا في ذوك الفارغات اللي كيكونوا بين ذوك الغوزاس اللي عندي ديال الكريمة وبالنسبة للواسط فغن نزينه بذلك الاناش اللي تبقالي في الاول كيفما قلت ليكم المره اخليت واحد معه اولى جيدا كذا كبير لنزين به هكذا اولى لنعمر بهم ذاك الواسط ممكن تخليه وغيره هكذا كتاك تفضل على زوجة في الواسط وقلت نخليه باه أخلت من الفوق كيفما لحتوا معي بهاد الشكل هذا وفي الاخير غن نختم حسين هذا الحلوه بواحد القريعات ميني نوتلا سوف ندخلها بالحلوة للتلاجة لانه ضروري لا تتبقى في التلاجة من بعد سوف نحضر الخالط الكيك اللي سوف نحضره بزوج الأنواع الكيك سوف نحتاج فيه ستات الحبات البيض كاس كبير سكر حبيبات ما يعادل ١٠٠ جرام كاس كبير زيت نباتية ما يعادل ١٥٠ ميلي لتر هذا الكاس راكي عبر ٤ لتر سوف نحتاج كاس كبير حليب ما يعادل ١٥٠ ميلي لتر سوف نحتاج ثلاثة الأكياس خميرة كيموية من فئة ٨٧ جرام زوج الأكياس سكر بنوكهة الفانيليا سوف نحتاج ٥٠٠ جرام دقيق الأبيض مي وعادل ٤٠٠ كقوس للعنباء سوف نعبرهم معكم كبير ورشيشة الملح سوف ندخلط الخالط الكيك كما لحظت معي في نفس الإناء اللي عندي فيها البيض كيكوناك هذا إناء شوية كبير ضفت عليه السكار الملحة ونضيف حتى الفانيرة ما ضفتها في الأول المهم غادي نخلطه واحد شوية غير شوية هنا ماشي بدارة استعمله الخالط الكهربائي سواء استعملته او لما استعملته سوف تحصلوا على نفس النتيجة أنا هنا غير لديق الوقت بسرعة نزرب استعملته كيف ملاحظت معي را ما كان طلعش البيض فقط كان خلطه وضفت عليه هنا زيت نباتية كيفما كتلاحظه ونضيف أيضا حتى الكاس اللي عندي كبير ديال الحليب الحليب تخدوه بدرجة حرارة المطبخ نفس الشيحة بالنسبة للبيض باش ينجح لكم الكيكو وكيجيكم طالعون فش فش ما تاخدوش السواء اللي غا تستعملو اولى البيض بارد من بعد آخر حاجة غا نضيفها غا نضيف ذلك العلبة ديال الياورت من وزن 110 غرام وصفي غا نحيد الخلط الكهربائي غا نخدم دباغال بالخلط اليدوي او لا ملعقاء او لا فرشيطة غير هنا كيفما لحتوا معي يرى الداخل دائما كنغرب له مباشرة فوق الخليط ديال الكيك نخليه في آخر لحظة عاد كنغرب له ضفت الكأس اللي اول ضفت الكأس الثاني وغا نضيف دابا الكأس الثالث والكأس الرابعة غا نخليه اول لاخير باش غا نضيف له غا نضيف معا دوك الأكيس ديال الخميرة كيموية اللي عندي دائما الخميرة ضيفوها في آخر مرحلة باش كيكون المفعول ديالها قوي وكتعطينا نتيجة احسن وكيفما لحتوا معي انا راه عبرت معاكم دوك اربعات الكؤوس ديال العنباء ديال الدقيق الابيض باش تشوفوا قدام عينيكم صافيو كان بدأ نخلطها كده في الكيك ديالي كيفما لحتوا كده كده كان تحصل على واحد الخليط او واحد القوام اللي كيكونها كده خفيف شوية ما يكونش تقيل بزاف باش ما يجينش الكيك مع الجن وغا ناخد هنا الخليط الكيك قسمته على زوج كيفما لحتوا معايا النصف غا نحضر به ميني كيك والنصف الثاني نحضر به ميني كيك بالتفاح و بالفواكي مع السلا خديت هنا او واحد تزوج معالق تقريبا ديال الفواكي مع السلا غا ندوزها كده في شوية ديال الدقيق غير باش ما تهبطش لي التحت باش تبقى شات دارسها فوس الكيك لان بعض المرات ركيه بطولي ندوك الفواكي المسلا التحت لكان الخليط الكيك خفيف بزاف وإلا ما تبستوهم شاكا بالدقيق وصافي خلطهما كده مع الخليط الكيك وغا نوضع الخليط الكيك في مول اللي القطر ديالو 26 سنتيمات خفون نفس المول اللي قدرت فيه الجنواز الليولة بالنسبة للمول اراني دهنتو بالزيت وغطيتو كامل بالدقيق الابيض وهنا بالنسبة للتزيين غا نحتاج التفاح اللي قطعتوها كده شرائحة رقيقة ومحيتو القشرة ديالو وتقدرو تحيدوها لكيف ما تقدرو تخليوها بالقشرة ديالو هكا كي يجي احسن وغا نبدأ نستفوها كده على الجناب ديال الكيك كيف ما كتلاحدو معايا والواسط ديال الكيك رغان عمرو بالمكسرات اللي مهمتو ما استعملو اللي كان متوفر عندكم صراحة الكيلي انا بغايتها باللوز ايفيلي ولكن انا كان عندي غير البندق درتوه في الواسط لان ما كانش متوفر عندي لوز ايفيلي كما لحتو معايا بالنسبة لطريقة ديالت فهرة كانستفا كده وحده على وحده بعد الشكل هذا وفي الواسط كما قلت لكم رغان وضع هنا شوية ديال البندق قطعتوها كده طريفة صغيرة وكانت عندي كمية قليلة قليل وما جايش بعين بزاف سوف ندخل دابا الكيكة ديالي الفرن الفرن ديالي اه شعلته من قبل سنطيبها من الفوق على نار مهيلة وسنهبطها لتحت باش تحمر من اللي غادي طيب من الفوق هنا بالنسبة للنصف الثاني اللي غادي ربيه الميني كيك سنضيف له واحد الكيس ديال فلون بذوق الكراميل سنضيف له واحد لوغو زوين بزاف وكيجي هكده واحد لوغو مميز سنخلطهم زيان مع الخالات الكيك ديالي من بعد غادي ناخد هاد المول الصغير ورين المول العاجيب الصغير اللي كيكونوا بهذا الشكل هذا حتى هو مرد هنتهم بالزيت لبستهم بالدقيق باش ما يلسقوش ليه وغا نوضع فيهم الخالات الكيك ديالي بالنسبة لهذا الكيمية هده ركا تعطيني 12 حبة بالضبط بهذا الحجم هذا وبهذا القياس هذا اللي كتشوفو فيه تقريبا كان وضع في كل مول كان وضع فيه ثلاثة المعلق الخالات الكيك ومن بعد ما عمرتهم كامل ندخلهم دبل الفرن يطيبون نفس الشراء يطيبون من الفوق حتى يتطلعوا شوية ويتحمروا شوية مع الجناب عدو كان يطيبون من تحت باش يدهبوا شوية وهنا كيف ملحتوا معي من بعد ما طابت الكيكا بهذا الشكل هذا كيفما تلاحظون ومن فوخة نفس الشراء بالنسبة لهذا الميني كيك تهوارة كيجيزوين ممكن انكم لا تحمروا شوية في جيغير هكذا مذهب سوف ندخلهم يبردوا وسوف نحضر الكريمة اللي سوف نزين بها الميني كيك اللي درته بالمول العجيب نحتاج فيها 250 مليلتر الكريمة السائلة مع معلقة كبيرة لذوق الكراميل ممكن تعوضوا نسلي بالنوتلا حتى يركض جيزوين في الكريمة ونطلع الكريمة مزيان حتى تتعقاد وكتطلع مزيان ونزين بها الكيك وهنا من بعد ما بردوا لي هاد القوالي فانا خليتهم بردوا شي شوية مزيان باش ما يلسقوش لي وارا عاك تخليوه يبرد راد غياد 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 يداموه للكم كيف مالحتوا معايا بهاد الشكل هذا اللي بغا تسقيه بشي سوس او لا شي سيرو انا تقدروا تسقيه لكن غيه هكداره يجي طري و يجي فازق بوحدو بحالي لا تسقيه بشي سيرو بالنسبه للكريمه قدرتها في بوش سنينه كبارين شوية ونزين بها نعمر بها الوسط الكيك من الداخل ونزين بها من الفوق على شكل وريدات اللي تكون بهذا الشكل هذا ونزيد ايضا من الفوق سنضيف ايضا طريفة بيسكويت اي نوع بيسكويت انا اخذت هنا بيسكويت كانت هو بالكاراميل قسمته على اربعة لكيكا صغيرة بيسكويت ونزين بها من الفوق اما بالنسبه للكيكا الاتفاح فحتية من بعد ما بردات سوف نأخذها وندمولها من المول شوفوا معايا كيف يجي شكل رائع رائع سوف نأخذ هكا ناباج او العسل او العسل او المهم اللي متوفر عندكم انا سوف ندهن به هكذا الجناب ديال الكيكا وغاندهن به هكذا الطريفة ديالتفاح بيسكويت لان انا سوف نزينهم بالكوكاو مهرمش ومحمر في الفران ممكن نديرو احتى الكوكي إذا كان متوفر عندكم احتى وارا يجي زوين بزاف ويجي مواتي مع هد الكيكا كيف ملحتوا معايا رغان نزين غير جناب الكيكا بهاد الشكل هذا تزين اللي هو سعلي بصيده كي يجي راقي في نفس الوقت وكان هذا الشكل نهائي ديال الطلبية ديالي من بعد مسالتها كيف ملحتوا معايا بسرعة توجد سراحة ماخذتش مني بزاف ديال الوقت نهائيا مفيهش بزاف ديال التعقيدات مفيهش بزاف ديال المكونات كل شي سهل وفي متناول الجامع بالنسبة للاتمينة فبنسبة لهاد الحلوة ديال الكريم فهادي خرجتها 100 درهم صراحة كان فيها اكثر من كيلو كان فيها تقريبا شي كيلو و300 قرام وهاد الميني كيك اللي درتهم بالكريمة فهادو خرجتهم 6 درامي الحبة خرجت 12 حبة كيف ما خرجتها في الكومود كيف ما خرجت لي العجينة اما بالنسبة لكيكا ديالت فحفة درت ليها 50 درهم كان 8 مناسبة بالنسبة لي ولا بالنسبة للكريم ديالي الفيديو ديالي هنا غادي سالين خليكم دابا الى فيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء